السلام عليكم ورحمة الله و اخباركم يا رب تكونوا بخير جاية لكم في امهات كتير ما تعرفش طريقة تعقيم الببرونات ببرونات الاطفال سواء عصير او لبن صناع اي حاجة فيه حاجة مهمة جدا فيه ناس كتير ما تعرفاش ان بالنسبة الببرونات انا عندي لها صبون خاص لها بس صراحهم مش عارفة في مصر بتشروه منين هو احنا هنا بنشروه من السوبر سيلكتوس وعندي كمان دي اللي بنخسل بيها دي بنحطها كده بندخلها جوه دي وبنفضل نلف كده وطبعا انا الاول بحط فاشوة مية انازل كل اللبن اللي فيهم او العصير اي ان كان كان فيه ايه وبعد كده بحط شوية صبون صبون ببرونات حطت شوية صبون من الصبون ده برجع احط يعني حوالي كامل بس صبون كده وكمل عليها مية وارجع احط دي ووضع كويس اخسل بقى كويس شايفين الجزئين اللي قدام دي للببرونا من قدام وغطل ببرونات لكن الصغيرة دي بقى الايه للجزئ ده تمام طبعا انا عندي كزا ببرونات فبعملهم كلهم بعد بنزلهم بالمية الاول بنزل كل اللبن اللي فيهم بعد كده اغسلهم بالصبون بعد كده اشتفهم بعد كده باغلي مية هنا وابدأ انزل دول الاول بس دي ما تستناش في مية مغلية كتير او عشان رحيتها بتتغير لان هي تعتبر جلد او بلاستيك فبتتأثر بالحرارة العلية بحطها هنا وابدأ اطلع كده بالمصفى عشان ما تلسوا عشم المية بطلعهم كده في الطبق او اي حاجة وبعد كده ارجع احط الببرونات نفسها ولما اخلص اعملها كده اسئبها تنشف خالص بنشفها خالص ودول برضو بحطهم في الطبق اكبر وقلب كله كده لغاية ما تنشف خالص بعد ما تخرص بها بابدأ احط فيها المية المتعكمة مية مغلية برضو بجهزها جنبي والطفل لما يجوع طبعا بحط اللبن بالطريقة المعتادة بتاعتنا او العصير او اي حاجة يارب تكون الطريقة الشرح مبسط ولو محتاجين الشرح اكتر من كده اكتبولي في الكومنتات وانا بعد كده اعملكم فيديو بالتفصيل باذن الله اه لو اول مرة تشوفوا لي فيديو ما تنساش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتدعموني بلايك واجازاكم الله خيرا استودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة